فقه الأسرة الرجعة من المصطلحات الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق مصطلح الرجعة والمقصود به رجوع المرأة إلى زوجها في فترة العدة بعد الطلاق الأول أو الثاني من غير عقد زواج جديد ويشترط للرجعة حتى تكون صحيحة الإسلام وذلك بعدم ردة أحد الزوجين عن الإسلام حال الرجعة العقل أن يكون الزوج عاقل ولا تصح الرجعة إذا أصابه الجنون الاختيار أي أن يكون الزوج مختارا فلا تصح الرجعة إذا أكره الزوج عليها العدة فإن انتهت فترة عدة الزوجة قبل الرجعة استأنف عقدا جديدا المدة فتكون الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية أما بعد الطلقة الثالثة فلا يمكن للزوج أن يرجعها ولها أحكام أخرى مؤسسة الدرر السنية